صباح الفرد انا عايشة في كومباوند في ناس عواجيز كتير مش في مصر في كندا ولكن لحظت ان الناس العواجيز اللي في الكمباوند بتاعي نشطين جدا 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 ابق انا نزل الصبح راحة الشغل وهم نزلين حمام السباحة نزلين الجام روم علشان يترياضوا اوقات كتير جدا ابقى راجعة من برا ولقي نفس الناس اللي لقيتها الصبح نزلين حمام السباحة او الجام رايحين يمشوا ممكن اقابل نفس الاشخاص ثلاث مرات في اليوم نزلين رايحين ما شويش اهيفة جدا ده بيخليني افكر في الناس العواجيز اللي في بلادنا العربية الاب والام والحما والحما والجد والجدة بيتحركوا قد ايه ما بيتحركوش خالص واحنا فاكرين ان احنا بنكرمهم لما نخليهم ما يعملوش اي حاجة الخروج مش لازم يكون له سبب الخروج مش لازم نكون عشان نروح نزور فلان ولا عشان نشتري حاجة وكل اللي مطلوب انهم يحركوا رجليهم ايه بيت متر بس يعني متين خطوة طب خلاص نبتدي بخمسين متر بس لاخر الشارع ونرجع تاني يعني عارفين المثل اللي بيقول if you don't use it you will lose it هو ده اللي بيحصل لنا لما ما بنستخدمش ركبنا وعضلاتنا بتتيبس ما بنعرفش نتحرك تاني وده اللي بيحصل لهم وبيعانوا من آلام كبيرة جدا جدا وآلام مبرحة جدا جدا فكلنا عايزين نكرم الناس الكبارة اللي فعلتنا دول بركتنا ومن اكرمهم ان احنا نساعدهم انهم يتحركوا يعني فكروا كده مرتين في الأسبوع تاخدوهم لغاية اخر الشارع وترجعوا تاني جربوا والله النتيجة هتبقى حلوة